هذا وقد جددت الوسرة الأسيوية برمتها الثقة بمعالي الشخص المان بن إبراهيم الخليفة ليكون رئيسا للاتحاد الأسيوي لكرة القدم لولاية ثالثة وقد تلقى معالي الشخص المان بن إبراهيم رسائل تأييدا رسمية من كافة الاتحادات الأسيوية والبالغ عددها 47 اتحادا وطنيا تدعم استمرائيته على رأس الاتحاد القاري للدورة المقبلة ملف حافل بالإنجازات لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أكدتها الثقة الواضحة من قبل أسرة الكرة الأسيوية التي أشادت بالإنجازات المتحققة والمميزة على مختلف الأصعدة برئاسة معالي حيث تمكن معاليه من أن يمهد الطريق ليكون رئيسا يتم انتخبه رسميا بالتسكية لولاية ثالثة للاتحاد الأسيوي لكرة القدم خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي سيعقد في المنام يومي الأول والثاني من فبراير المقبل ويحمل هذا الإجماع الكبير تقدير الاتحادات الوطنية في القارة الأسيوية بالدور الواضح الذي لعبده قيادة الاتحاد الأسيوي لتطوير مسيرته على امتداد أعوام من العمل المثمر المستند على توحيد الكرة الأسيوية وإعلاء مصلحتها العليا وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع الحيوية التي انعكست بصورة إيجابية على مسيرة اللعبة حيث شهدت كرة القدم الأسيوية خلال رئاسة معالي حقبة من الاستقرار والمنجزات الواضحة وحدة العائلة الكروية الأسيوية تجلت في العديد من المحطات الهامة خلال السنوات السابقة وستستمر بوجود رؤى وأفكار يقودها معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ليستمر العطاء في درب التطوير على كفة الأصعدة